أهلا بكم مع استمرار تنفيذ المشروعات في إطار خطة التطوير والتنمية كانت أول إنجازات مبادرة إبدأ في ستة أشهر توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر حيث أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ بتوجيه من الرئيس السيسي خلال إفتار الأسرة المصرية في إبريل 2022 مبادرة إبدأ تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتدليل العقبات أمام المصانع المتعترة وتضمنت المبادرة العمل على ثلاثة محاور محور تكوين الشراكات الكبرى ومحور دعم الصناعة ومحور البحث والتدريب والتطوير وفيما يتعلق بمحور الشراكات الكبرى نجحت المبادرة في تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة ومن المتوقع أن تسهم تلك المشروعات في تحقيق وفر في الواردات وزيادة في الصادرات بقيمة 16 مليار دولار وبالرغم من كل التحديات العالمية فقد تمكنت إبدأ من تنفيذي وافتتاح أربعة مشروعات بإجمالي وفر يتجاوز 500 مليون دولار كما تمكنت من تدليل كل المعوقات للمشروعات من توفير أراضي ووحدات صناعية بمختلف أنحاء الجمهورية وكذلك التنسيق مع البنوك لتوفير الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام وفيما يتعلق بمحور دعم صناعة نجحت إبدأ في حل وإنهاء مشكلات 848 مصنعا ما بين الاحتياج للدعم سواء من خلال استخراج ترخيص التشغيل أو التمويل أو الحاجة لتوفير أراضي صناعية أو مشكلات تتعلق بالمرافق أو مصنع يحتاج إلى تقنين أوضاعه لتواجده على أرض زراعية أو سكنية وفيما يرتبط بمحور التدريب والبحث والتطوير أطلقت إبدأ العديد من المبادرات التي استهدفت التدريب والتمكين الاقتصادي للمتدربين مثل مبادرة إبدأ حياة بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة والتي تم تنفيذها بمحافظتي سهاج والغربية ومبادرة معداتك شركتك كما تم تصميم برنامج تدريبي للمستوى الإداري بالمصانع وجاري التنسيق مع الشركاء لتنفيذ المرحلة الأولى بـ 26 متدربة وفي إطار مشروع تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة تبقى لمعايير لاعتماد الدولية تم تنفيذ زيارات ميدانية لتسعة مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة القوى العاملة وتم اختيار خمسة مراكز كمرحلة أولى للمشروع مع تحديد التخصصات النهائية لهم وشهدين كان هذا عارضاً لإنجازات مبادرة إبداء الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في ستة أشهر شكراً للمتابعة